موسيقى الجفاف العاطفي مصطلح بنسمع فيه بالأفلام يعني كنوع من المزاح بيقول لك عندي جفاف عاطفي ونسطلج تتمسخل ولكن هو موضوع جداً يعني جدي وإله تبعات كتير ممكن تكون سلبية وخطيرة إذا ما يعني اهتمينا فيه لن نتحدث عن الجفاف العاطفي الأسري معنا ضيفة مميزة واسمها كثير مميزة ضيفتنا سيمازا حابي أخصائية اجتماعية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شكراً أعطيكم ألف عفية حبيبتي ماسكاكي قبل ما نبدأ لازم أعرف اسم سيمازا ما معناته سيمازا معناته أمري هو اسم شركزي الله على اسم شركزي تحية لكل إخوان شركز اللي يتبعوننا سيمازا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلاً أهلاً أنا بنت أختي إسماسيماز أهلاً شركزي أهلاً إنتي بتعملي فيديوهات بزب المواقع التواصل الاجتماعي بتعطي فيها نصائح للشباب وللأسر فيما يتعلق بهذا الموضوع طيب حكي لنا أي شيء اللي دفعك مشان تحكي بمواضيع مثل الجفاف العاطفي وما شابه يعني ليه حسيت أنه فيه حاجة صراحة لأنه كثير مجتمعاتنا هذه المشكلة كثير من تشري فيها وكثير الناس ما عم بفكروا أو بيحسوا أنه هي شغلة مش أساسية مع أنه أغلب الناس كثير فيه ناس عم تنجلط من وراء هذا الموضوع كثير فيه ناس عم بصير فيها كبت مشاعر ما عم بتعرف تعبر عن حالها الجفاف العاطفي زي ما حكينا كثير فيه ناس بيحكوا أنه مثلاً بيكونوا بدهم مثلاً يتعرفوا على بعض أودهم يخطبوا أو حتى يتزوجوا بتحكي مثلاً أنه ما بحبني ما بيعبل يعني حبه معناته أنا ما بديه فإحنا نرجع أكثر لورا ونعرف ليش الإنسان أصلاً ما بيعبر عن مشاعره فهبت أحكي عن هذا الموضوع لحتى الناس ما تستهتر وما تفكر أنه شيء مهم بس الموضوع بها الخطورة طبعاً أكيد ممكن حدا يعني ينجلط لا أهلا بيحسوا جفاف العاطفي هو بيحسوا لأنه ما بيعبر مثلاً جفاف العاطفي هو مختصر بس بالحب يعني ممكن الواحد مثلاً ما يعبر عن الحزن عن الزعل عن التفاؤل عن التشاؤم فممكن الواحد ينجلط إذا هو مثلاً ما يعبر عن الحزن اللي عم بيحسوا معه كثير من الناس مع جلطات يتكون من تشري مثلاً تروح على المستشفى إنو إيش مالك والله مثلاً زعلانة لا بسبب أنه تكون زعلانة وبتنجلط فإننا نعبر عن مشاعرنا ليس بس بمجال الحب طبس الموضوع يعني كيف ما الذي يجعل الواحد أنه يصير عنده جفاف عاطفي أو هيك يكون أنه يعني أقرب لأنه لا يستطيع أن يعبر على مشاعره أول شغلة صراحة هي دور الأسرة أو كيف طريقة تربية الأطفال كثير الأسر يتركز على موضوع يركز على سلوك الطفل كيف يكون قدي تحصيل العلمي بنفس الوقت أخلاقه قدي تكون عالية بس المشاعر بيحملوها يعني إذا أخذنا مثال صغير مثلاً طفل تعرض للتنمر أو حتى للعنف مثلاً المدرسة أول ما يجي على البيت يحكي لأم أم تسأله مثلاً إنو شو صار معك المعلمة شو تصرفت حتى نكون صراحين في أسر لا بيكون فيها علاقة شوية وبين الأولاد وبين الأبهات بس بالمجمل لا بيكون فيه جمود ما بيكون فيه حوارات أغلب العلاقات بتكون فيها أمر فيها إنو أعمل ما تعمل انتقاد سلبي ما بسر تساوي هيك بس مثلاً حتى القضايا التي بتتناقش أثناء الأعداء أو حتى على صفرة الأكل ما بتكون أشياء بتمس الشباب أشياء ممكن تتصير معه ويعني هي أشياء أصلاً بمجتمعنا لأنه مثلاً بيكون إذا الطفل ولد تقول له لا تبكي عم تكون زي البنات أيوة بالضبط هذا كثير صراحة وشيغلي بحب أتكيها كمان مواقع التواصل اجتماعي كما بنحكي زادة الطيم بلا يعني هلأ إحنا ممكن ما نعبر عن مشاعدنا لما صار في مواقع التواصل اجتماعي فيسبوك و تويتر صار الواحد يستسهل إنو مثلاً يكتب ستايتوس على الفيسبوك إنو أنا مثلاً أنا مبسوط إنو ضروري يكتب هيك بالضبط بس إنو الكلام اللي عم بيحكيه بوحي هو شو حاسس فهذا الشيء خلى الواحد إنو لأ خلاص عبر عن مشاعره بالمكان الافتراضي مش بالحياة العامة شكراً يعني إحنا بالعادة يعني و أنا يمكن من هذول الناس كنا يعني يمكن بنسخر من الناس اللي بحط للأسف نسخر من الناس اللي بحط ما يسمى بالستاتس الحالة إنو مثلاً يشعر بالحزن بس يعني تعتبر نوع من أنواع التنفيذ زي معك بالضبط بس يعني إحنا الأفضل إنه يتنفس على أرض الواقع يعني مثلاً يتحدث لأمه يتحدث مثلاً لصاحبه إلا صديقته بس إنو ما يعبر عن هذا الأشي حتى على الفيسبوك يعني أوكي حلو إنو يعبر عنه بس برضو حلو يعبر عنه بالحياة العامة يعني أكتر طيب هلأ إنتي سمازة بتعطي استشارات برضو بالضبط للعائلات بالضبط ما يمكن أكتر حالة ممكن نعتبرها حرجة أو كانت يمكن نحكي يعني جادة أو فيها نوع من أنواع الخطر نحكي صراحة من أغلب الأشياء هي بعيدة عن جفاف العاطفة أكتر عن تحرش الجنسي الممكن يكون يعني الأهل ما بيكونوا وعيين للأشياء اللي عم بيكونوا ما عم بيفرقوا بين التربية الجنسية وبين الثقافة الجنسية إحنا مثلاً نحكي لأولادنا مثلاً عن موضوع الجنس إحنا بنا نعلمهم مثلاً هذه الأشياء بطريقة علمية لحتى ما يتعرضوا أو ما يسمعوا هذه الأشياء من بره صراحة كثيراً في موضوع مش بس تخص الجفاف العاطفة من التربية من التعامل مع الأطفال طفل يعني الطفل بيبكي أش أعمل معه كيف أتصرف معه فقد المستطع من حاول أن نعطي نصائق حلوة إيجابية لحتى الأم يعني ما تفقد الأمل وضل في عندها قدرة أنه يريدها تنجز ويريدها تنشئ جيل كويس شوفي أكتر شيء صعب موضوع الأطفال يحس أكتر شريحة حساسة وصعب التعامل معها صح فإيش ممكن أسوأ العواقب اللي ممكن تصيره أو كيف ممكن العائلة تتعامل مع الطفل إذا أجل شكالهم عن مثلاً تحرّج جنسي أو أجل شكالهم عن تنمر إيش الحل المناسب أهم شيء أن الأم تكون أكتر واعية ومحتضة لإبنها يعني هي تكون عارفة عندها فكرة عن القضية مثلاً من العناد من تحرّج جنسي أي شيء ممكن تصير معها تكون مرتاحة تكون هي أصلاً معايتة يعني ليس مثلاً فجأة يقولها مثلاً الطفل مثلاً ضربني هلأ هو مو عارف أنه هذا ممكن عنف إنه بس ضربني خلاص عادي فالأهل يجب أن تسوعيه وتقول له إنه العنف مثلاً إذا حد ضربك كيف يدافع عن هذا الموضوع مثلاً التنمر ممكن نحكي شغلة كثير مهمة إذا حد ضرب الشخص مثلاً يستفيد منها وبالنسبة الوقت هي تفيد ابنها حد الأم تكون واعية تخلي أصدقائها أكثر لا تكون علاقة جامدة ليس أن تخاف مثلاً أن تتصار مع أي شيء صراحة موضوع معقد قد ما نحكي به صراحة موضوع معقد وأنا كمان كثير بس مع أصص يعني وممكن الأهل يجب أن ينتبهوا أكثر على موضوع الجفاف العاطش والأسر المحكاة يحكو مع الطفل أكثر طيب ماذا؟ أسألك الموضوع غير الأسرة ماذا لديه دور كبير في حل هذه المشاكل لشريحة الأطفال خصوصاً يكون هناك ناس مختصين من أخصائيين الاجتماعيين أخصائيين نفسيين في المدرسة الإرشاد هذا ما يساعد يكون هناك موضوع بين الأم ونفس الوقت بين الناس المسؤولين في المدرسة حتى يقدموا المساعدة للطفل في حالة تعالد لأي شغلة لا يكون هناك إجتماعات في المدرسة حتى تعرف ابنها كيف سلوكه وكيف يكون حسناً في المدرسة وأشعر أيضاً إذا كان هناك فرد من العيلة لا يوجد مشكلة في العاطفي ويعبر عن مشاعله بطلاقة يؤثر هذا الأشي إجابة على بعض الأفراد مثلاً أنا عندي مثلاً والدي وجهلة تحية أشعر لا يوجد حياته من حاله يعبر عن مشاعله أو يأتي يحضر ولكن أنا إنسان يقوله لطع صراحة أحظنت أنه أنت ذكرتها أن شفاف العاطفي يؤثر على البنت أكتر لأننا نعرف دور الرجل في المرأة في حياة المرأة كثيراً كثيراً أبوها زوجها أخوها كثيراً في العادة إخواننا لا يسمعون كلمة حلوة إذا كنت لابسة شغلة يعني أنه عجبته لكنه لا يقول لك لا أعرف ما هو السببب من أنه لا يعبر عن مشاعرنا حتى البنت كلما نسمعها كلما نسمعها جيداًا يجعلها أكتر تكون لدينا ثقة بحالها يعني لما برة مثلاً حداً يهتم فيها تدخل بعلاقة جديدة لا يوجد كلمة تأخذها وتجيبها تكوني أد حالها وقوية لا تضطر أنها تدور على نوع من الاهتمام عند أول شب والله حكالها حلوة أيو بالضبط حتى كمان الشباب يعني مش بس البنات الشباب كمان كثير ممكن أنه ما في اهتمام للأم مثلاً لإله إيش بتعمل إيش بتساوي كيف كان يومه لأن هذه التفاصيل الصغيرة تأثر صراحاً والإنسان هو جسد روح فهو يحب أكتر الجسد نحن نوظفه بالسلوكات لكننا نريد كلام حلو يريد مدح ويريد تأثير إيجابي حتى نكون مبسوطين بحياتنا والأحد يجرب يعني لا تخسر أيضاً أو أنها صعبة بس الواحد يبدأ يدرب حاله مثلاً دربت حالي أنا أظن أنه أنه إذا شفت بنت لبسة حلوة على سبيل المثال فكلمة أحلاك أيضاً الداهي تكون موصوطة صراحاً ويأثر عليها وحتى أنت كمان يعني سبحان الله السعادة تأثر على الشخص اللي عم تعطيه بنفس الوقت أنت اللي عم تعطيه أيضاً جد كثير حلو أنا كمان لازم أشتغل موضوع الجباف العاطفي مرات بحس أن أنا مدربة ما بعبر كثير أعطيها دروت بس جد أشيء كثير مهم شكراً كثير إليك شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة